أعلنت هيئة النزاهة عن تسلمها أحد كبار المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرنة وأثنى النزاهة في بيان مقتضب على تعاون وزيري الداخلية الاتحادي والاقليمة عبدالأمير الشمري ورابر أحمد بهذا الملف وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة توقيف بتهم تسهيل الاستلاء على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد وأثارت هذه القضية التي باتت تعرف بسرقة القرنة وكشف عنها في تشرين الأول 2022 غضبا صخطا شعبيا شديدا في العراق وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون اشتركوا في القناة